عقدت إدارة أدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني صباح يوم الخميس مؤتمرا صحفيا حول موضوع الصين في العقد الماضي للتعريف بالعمل الدبلوماسي الصيني في العصر الجديد منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني قال جو ييجو نائب رئيس الدائرة الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إنه منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني وتحت القيادة القوية لللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جينبين حقق العمل الخارجي للحزب تطورا وأنجازات تاريخية وشهدت السمعة الدولية للأمين العام شي جينبين بروزا أكبر كما تم تعزيز التأثير العالمي لفكري شي جينبين حول الاشتراكية ذات الخصائي الصينية لعصر جديد واستمرت الدائرة الدولية لأصدقاء الحزب الشيوعي الصيني في التوسع وقال نائب وزير خارجي الصيني مع جاو شو إنه بتوجيه من فكري شي جينبين حول الدبلوماسية تتبع الدبلوماسية الصينية بثبات طريقة تنمية السلمية لتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية ونمط جديد من العلاقات الدولية يتميز بالاحترام المتبادل والإنصاف والعدالة والتعاون المربح للجانبين لقد بذلنا جهودا لبناء مخطط دبلوماسي شامل ومتعدد المستويات وثلاثي الأبعاد وأجرت الصين حوارات وتبادلات وتعاون مع دول العالم وزاد العدد الإجمالي للدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين إلى 181 وأقامت شراكات مع أكثر من 110 دول ومنظمات إقليمية تعمل الصين بنشاط على تعزيز إصلاح وبناء نظام الحوكمة العالمية وتقدم الحلول الصينية لحل عجز الحوكمة العالمية والتصدي للتحديات العالمية ترجمة نانسي قنقر